والآن نتحول معكم لزميلة شمال كردي لتطلعنا على مزيد من التفاصيل حول عودة الجنود المصريين إليك شمال شكرا لك حساني شكرا لك رغدا أهلا بكم بعد انتهاء أزمة احتجاز الجنود المصريين في قاعدة مروي بي السودان على أيدي ميليشيات الدعم السريع في قاعدة مروي العسكرية هذه القصة الكاملة لعودة الجنود المصريين كما كشفها مصدر للقاهرة الإخبارية أولا سبب تواجد الجنود المصريين بالسودان هو مهمة تدريبية ضمن بروتوكول نصور النيل وبالتالي كانوا في مهمة تدريبية وليس في مهمة قتالية الجنود المصريون كان تمركزهم في قاعدة مروي والمنطقة المحيطة بها عند حدوث الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تمكن مائة وسبعة وسبعون من الجنود المصريين من إجلاء أنفسهم وتبقى سبعة وعشون احتجزتهم ميليشيا الدعم السريع الدولة المصرية أدارت الملفة بحكمة بالغة دون التورط في الصراع وشكلت خلية إدارة الأزمة بواسطة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وبمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الأهداف المحددة تأمين عودة المائة وسبعة وسبعين عنصرا الذين تمكنوا من إجلاء أنفسهم من قاعدة مروي والعناصر التي احتجزتها الميليشيات وبذلك فإن الدفعة الأولى العائدة المكونة من مائة وسبعة وسبعين عنصرا تم إجلاؤهم بتأمين طريق بري وبواسطة المخابرات العامة والمخابرات الحربية حتى وصولهم إلى قاعدة دونغولة التي تم تشغيلها خصيصا لعملية الإجلاء والتي تمت بواسطة طائرات حربية مصرية أما الدفعة الثانية والمكونة من سبعة وعشرين عنصرا الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيا الدعم السريع فقد تم التنصيق مع الصليب الأحمر وقامت مصر بالعديد من الاتصالات مع أطراف وسيطة وتم إخلاؤهم من قاعدة مروي وقطعوا مسافة خمسمائة وستين كيلو متر لكي يصلوا إلى الخلطوم وتتسلمهم الملحقية العسكرية المصرية بالخلطوم وبالتالي نجحت مصر في تحقيق أهدافها بعملية بالغة الدقة والتعقيد وحفظت سلامة أولادها دون التورط في الصراع الدائر كان هذا عرضا للقصة الكاملة لعودة الجنود المصريين كما كشفها مصدر للقاهرة الإخبارية